كما قاعدين تشوفوا الحالة المزرية اللي مر به العالم وانهيار كبير الاقتصاد العالمي وتضرر جميع القطاعات واغلاق اغلبية الشركات مما خلى اغلبية الدول انها تسكر مطاراتها وموانئها وهاف الكل بسبب فيروس الكورونا فيروس ميتراش بالعين المجردة اصاب اكثر من 100000 شخص حول العالم وقتل الالاف والالاف من الارواح البشرية اللي يخلى اغلبية الناس في حالة خوف لكن في الفيديو متع اليوم مانيش بش نحكي عالفيروس الكورونا من الجانب التبيل لكن حابب نحكي عالتأفيرات اللي سببها الفيروس على قطاع السيارات شنو اهم الاحداث والتطورات اللي صارت وشنو عمل اللي كونستركتور روتوموبيل في الازمة هاية وفي الاخر باش نقدم لكم اهم نصائح باشتعرك باش تتعامل مع كرهبتك باش تحمي روحك وتحمي عائلتك اول ما فرر الفيروس فرر في مدينة وهان في السين فقرت الدولة انها تسكر كل شي مصانع الشركات المطارات كل شي سكرته باش تمنع انتشار الوباء هاو يعني قاعدة الصين مدة كبيرة مسكر على روحها مسكر على كل شي مسكر كل طرق التجارة والتصدير وهافا عنده تأثير سلبي كبير على السكتورة الموبيل علش لانه الصين وخاصة وهان قوة صناعية كبيرة في مجال السيارات وها نوحدها في عشرة مصانع متع كرهبتك وخمسمائة من الشركة خاصة باللي كيب مو واللي بيس متع كرهبتك الصين ككل تصنع فلف انتاج العالم من الكرهبتك وخمسة واربعين في المئة من الصناعات التكملية للسيارة لي بيس اللي كام وبما انه المصانع متع الصين مسكره اللي يخليها تتأثر ويصير لها نقص حاد في اللي بيس لتركيب الكرهب واللي يخليها تسكر كما مفلان شركة سانجيون هوندا تويوتا كيا وفولفو كلهم سكروا مصانعهم في الصين ومفلان شركة ميشلا اللي عندها فرع في الصين يزد سكرة فرحها في الصين وفي فرنسا ومع تسارع الأحداث والانتشار السريع على الوباء هذا تلزد أغلبية الشركات للسيارات انها تسكر مصانعها وفيريك بش تتجاوز الخطورة متع الوضع هذا ومش تحمي العمالة بتاعها مثلا نأخذ مفال في إيطاليا كما شركة فيات ومازيراتي ولمبورغيني وفراري كلهم سكروا مصانعهم وفي فرنسا غروب بيسا وغروب رونو سكروا مصانعهم وحتى شركة بريجستون العجلي سكرت مصنعها في فرنسا أما في ألمانيا بيام مرسيدس وفولزفاقر سكروا أغلبية مصانعهم أما الحكومة الإسبانية أمرت أنها تسكر كل الشركات وكل المصانع بش تحمي مواتننا وبذلك زاد مصانع متع سيات ونيسان تسكروا وبالتالي الكورونا خلت أوروبا وقوتها في صناعة الكراهب أنها توقف كل شيء الأفرارة متع الفيروس هذا موقفتش لحد هذا كهو بل وصلت للفورميلان وا اللي تأجل السباقة متاحها اللي كان بش يصير في الصين وزاد المعرفة متع الكراهب اللي كان بش يصير في بكين تأجل زادا وأكبر اخبار محزن لعشق الكراهب أنه معرفة جوناف الدولي للكراهب تأجل كل ريا ومعرفة جوناف الدولي هو أهم وأكبر معرفة للكراهب وكان بش يصير في بريزنتاشون تلافة كراهب جدود أولهم البورش 911 تيربو اس موديل 2021 ومرسادس او كلاس 2021 اللي صارت فيها بارشة شنجمات على كلاس او اللي جربناها زيدوا وادخلوا واتفرجوا على الفيديو واحد يوني يرايكم واخر كراهبة اللي عملت فجة كبيرة اللي هي PME4 100% إلكتريك كراهبة عملت ياسر حديث على الكالندر الكبيرة متاعها أما في الأخير حبيت نقدم لكم نصائر باش تحميوا رواحكم تعرفوا التعامل مع كراهبكم باش ما يتنشرش الفيروس هافا ومتا تعداوش بها أولاً كيتميس البونيام تعباب الكراهبة يلزمك تغسلها او تستعمل الجال تزينفكتون باش تعقم يديك ثانياً يلزمك كل مرة تنظف كراهبة كملية خاصةً البولون الكراسي الفرامان ثانياً يلزمك تعرف شكون من العبادة اللي يطلعوا معاك اسكوا مريف مشوا مريف اسكوا عندو سخانة ما عندوش يلزمك أبو من كل اكاية تعرفهم باس لقدر الله يكوح او يعطس النجم يشرك الويروس هذا في الكرهبة ويمرغوا عائلة كاملة أما العباد اللي تستعمل ترانسبور بيبليك أول نصيحة ننصحها لك انك تبعد لماكسموم مع هاللعبات فانياً انك تحاول مدخلش على الكرسي ويمكن انك تقعد عليه شخص مريف كحب او اعتصر ونشر فيروس الكورونا فانياً انك يتمس البار متاع الميترو ولا متاع الكار حاول تعقم يديك في اقرب وقت لانه ممكن انتشر الفيروس عبر الإبارها كما ترى في أوروبا انهم يعقموا اللي بيو سليميترو في كل استاسيون بريسك اخر نصيحة احبت نقولها للشوفرة والتكسيستي انتم اكبر عباد معرضين لخطر هذا ردوا بالكم على رواحكم وحاولوا احميوا رواحكم لماكسموم استعملوا الإزولاسيون بلاستيك مع الكليونة وحاولوا كي تاخذوا الفلوس تحطها في معقم ديريكت وما بقى لك نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم وما تستهنوش بالحكاية هذه ردوا بالكم والله يحمي الناس الكليكاية ويحمي بلادنا ما تنساوش تشدوا دياركم بشدوا دياركم سلام